مرحبا بكم من MIT إحدى أهم جامعات البحث العلمي في العالم من هنا من بوستن في الولايات المتحدة الأمريكية سنتعرف اليوم على مشروع للواقع الافتراضي ينقل تفاصيل الواقع الافتراضي من مواقع بعيدة جدا إلينا حيثما كنا أهلا بك في قسم البيئة التفاعلية اسمي دونالد ديريك حداد وأنا أدرس درجة الماجستير هنا وأنا غيرشون دابلين وأدرس الدكتوراه هنا وسنتحدث اليوم حول أحد مشروعاتنا والذي يتعلق بنقل ما يجري في بيئة خارجية عبر الواقع الافتراضي عندما تتكلم عن الطبيعة التفاعلية يعني نقل ظروف الحقيقية في الواقع إلى العالم الافتراضي هذا يتطلب مجسات ونقل البيانات ومعالجتها وأيضا عرضها للمستخدم كيف يمكن أن تتحدث لنا عن هذا المشروع لتقديم هذه الجوانب المختلفة الأمر بدأ عندما بدأنا في وضع مجسات في حقل بمساحة ثلاثة كيلومترات ونصف الكيلومتر مربع لنقل ما يجري هنا السؤال هو ما الذي نعمله بهذه البيانات نحن نقوم بنقلها إلى كلاود لحفظها في قاعدة بيانات وبالتالي تستخدم في عدة برامج وسيخبرك زميلي عن هذه البرامج التي نعمل عليها الآن يعرف الكثير من الناس بموضوعات Internet of Things أو Internet الأشياء ولذلك عملنا طوال السنوات على كيفية ربط المجسات بإنترنت الأشياء وكيفية وصولها للناس قبل سنوات طرح أحد الأساتذة في هذا القسم فكرة ربط هذا المشروع بالطبيعة والبيئة الخارجية نرى هنا الصورة تعكس الواقع في منطقة زراعية ليست بعيدة عن بوستن هي تعكس درجة الحرارة والرطوبة وغيرها كيف قمتم بجمع هذه البيانات وما هي المجسات وطبيعة نقل البيانات التي تقومون به هنا ما تراه هنا هو عرض افتراضي باستخدام خادم ألعاب فيديو لما يحدث في منطقة طبيعية حقيقية تبعد حوالي ساعة من مكاننا الحالي بإمكانك أن ترى عدة صور هنا وكذلك بعض الأرقام هذه بيانات حية يتم جمعها عبر مجسات وضعت في هذا الموقع ثم تحويلها لصور افتراضية الأمر بدأ مع جهاز لإدارة المجسات والذي طوره براين ميتن إنه جهاز لا يستهلك الكثير من الطاقة وهو يحول كثير من المجسات ويتيح إضافة مجسات إضافية عبر نقطة اتصال تناظرية نحن نستشعر درجة الحرارة والرطوبة والضغط الجوي مستوى الإضاءة وسرعة الريح هذا المجس لمعرفة درجة حرارة التربة وهذا يستشعر رطوبة التربة ويقوم هذا الجهاز بجمع هذه المجسات معا ويقوم بإرسال حزم من البيانات لاسلكيا إلى محطة في ذات الموقع ويجمعها ويرسلها لنا في المختبر هنا أرى أيضا أنكم تجمعون الأصوات من هذا الموقع كيف تقومون بوضع هذه المجسات هناك ما هي طبيعة جمع هذه البيانات الخاصة بالصوت وما الذي تقومون به بعد ذلك نحن كباحثين نحب الصوتيات وعملنا على مدى سنوات في مجالات الصوت والموسيقى وجدنا أن الأصوات التي تصدر عن طبيعة تعكس صحة هذه الطبيعة والنشاطات التي تحدث في تلك البيئة على مدى السنوات الأربع الماضية جربنا عدة طرق لجمع الأصوات بعضها يشبه ما تسمعه حاليا يتم جمعها عبر 12 مايكروفون موضوع هناك وهي موصولة بأسلاك مدفونة تحت الأرض إثنين من هذه المايكروفونات موضوع تحت الماء نحن أيضا نستخدم هذه المجسات لمراقبة الحياة البرية مثلا أصناف الطيور المختلفة الباحثون يقومون باستخدام خوارزميات الشبكة الدماغية لتعرف على الأصناف الحية المختلفة هذا الأمر مثير جدا كيف يمكن للعلماء أن يحصلوا على معلومات عن التنوع الطبيعي في الموقع مثلا أنواع الطيور من خلال الأصوات التي يتم التقاطه لدينا طالب درس هنا مؤخرا وسينضم إلينا مرة أخرى في يناير كانون الثاني وهو يعمل على موضوع التعلم العميق لتعرف على أصناف الطيور من خلال أصواتهم وهذه مهمة صعبة جدا تخيل أنك لا تتعامل فقط مع الصوت بل أيضا مع وجود عدة طيور في ذات الوقت وفي ذات المكان تصدر أصوات متداخلة ما قام به هو توزيع الطيور على مجموعات تتشابه من حيث الصوت ثم وضع علامات تميز كلا منها وبهذه الطريقة نستطيع توليد واقع افتراضي يعكس ما يجري هناك تخيل أنك تسير هنا حيث تتوزع المايكروفونات عندما تقوم بالنظر باتجاه معين أي باتجاه مايكروفونات تحت الماء وبما أنك ترتدي السماعات التي تتعاقب اتجاه نظرك وعند النظر إلى الماء فإنك تسمع الصوت الخاص بالمياه وكأنك توسع مداركك الشخصية لتستمع عن بعد وتستمتع بما يحدث تحت الماء بإمكانك تخيل استخدام هذه البنية التحتية للاستماع لما حدث قبل عام أو الاستماع لأصوات الصيف أو الشتاء أو الاستماع لأصوات الليل عندما تكون في النهار أنت تحصل على الانطباعات المختلفة عبر بيانات هذه المجسات والأمر الآخر الذي أرغب في أن تشاهده هو كيفية تحويل البيانات إلى موسيقى عندما نمر بالمجسات فإنك تستطيع الاستماع إلى الصوت الخاص حولها هذه الموسيقى تتأثر بالظروف الخاصة بالمحيط مثل الرطوبة أو الحرارة ما ينتج الصوت الموسيقي بإمكانك السير هنا أيضا مع الاستماع إلى هذا الصوت أرى هذه النظارة الخاصة بالواقع الافتراضي كيف تقومون باستخدام هذه النظارة لنقل الشخص إلى هذا المكان الذي لا يبعد كثيرا عن هنا طبعا خليني فرجيكم كيف تشتغلوا وننتقل على العالم الافتراضي سأذهب إلى النظام الآن أنا هناك وأشعر كأنني في الموقع لأنني أعرف المكان لوضع مجسات وهو يبدو مألوفا ونرى العشب أرى هنا شجرة أرى الطيور وأسمعهم الأمر يوحي بالاسترخل ويساعدني على الاتصال بالطبيعة وبنفسي ويستخدم الباحثون في جامعة MIT هذا المختبر وغيره لتصميم المجسات المعقدة لهذا المشروع الواقع الافتراضي يفتح مجالا لنقل المستخدم إلى أماكن بعيدة سنراها ونحس بها ونسمعها في المستقبل ترجمة نانسي قنقر